السلام عليكم من فترة طويلة لم أقم بعمل فيديوهات للتصليح واليوم لدينا بعض كروت الشاشة واللوحات المعطلة وهذا النوع من المحتوى لن أقوم به كثيرا في المستقبل لكن سأظهره فقط عندما لا تكون هناك فيديوهات تقنية حتى لا تبقى القناة بدون محتوى وسنبدأ اليوم مع لوحة X570 من جيجا بايت التي كانت عندي لفترة طويلة جدا ومشكلتها أنها تشتغل ولا تظهر صورة وقد قمت بعمل كثير من الفحوصات عليها لكن للأسف لم أصور كل الخطوات بسبب طول الفترة وخلال الفحص استنتجت أن الشيبست هي سبب مشكلة وفي البداية طلبت واحدة جديدة لكن بعد وصولها لاحظت أن قيم مقاومة خاصة بها منخفضة جدا لذلك لم أحاول حتى تلحيمها وبعدها طلبت قطعة ثانية ومؤخرا وصلتني فانتقلت مباشرة لعملية تبديل وهذا بنزع الشيبست القديمة كأول شيء وبعد الانتهاء نظفت المكان ووضعت القطعة الجديدة كي ألحيمها وبعد تلحيمها جربت اللوحة وظهرت الصورة بشكل عادي وعمل كل شيء فيها بشكل جيد لهذا ستعد هذه اللوحة أنها صلحت وثاني لوحة لدينا اليوم الـ H77 من آزروك وهي قديمة جدا لكن صاحبها يحتاجها في العمل الخاص به بسبب البايوس المعدل فيها حسب كلامه والمشكلة فيها أنها لا تشتغل إطلاقا عند الضغط على زر التشغيل وبالكاميرا الحرارية ظهر بشكل جيد سبب مشكل وهو السيبر آيو وهذه القطعة مسؤولة عن تلقي إشارة زر التشغيل كي يقلع الحاسوب وقد اشتريت كذلك واحدة جديدة وسأغيرها تاليا وبعد الانتهاء جربت اللوحة لكن لم يتغير أي شيء وقد لاحظت أن بعض الخطوط القادمة من الشيبسات تصبح تعطي قصر بمجرد وضع باور على اللوحة وهذا قد يكون بسبب مشكل في الشيبسات نفسه أو من شيء آخر في اللوحة يسبب هذا المشكل وعلى كل حال سأطلب نفس القطعة التي غيرتها في الأول بالإضافة إلى الشيبسات وسأغيرهم لاحقا كي يتأكد من سبب مشكل وستعد اللوحة في الوقت الحالي غير مصلحة وكذلك لدي اليوم ثلاثة كروت شاشة ATX 3060 تي امي جيجا بايت والمشكلة فيهم ظهور صورة سوداء بمجرد الوصول إلى شاشة الويندوز وفي بعض الحالات ظهور خطوط خضراء وسبب مشكلة تكلمت عنه سابقا وهو احتوائهم على الفيرا من نوع هاينيكس الموضوع عليها الكود XFF5 وهناك كروت تحتوي على هاينيكس لكن ليس نفس هذا الرقم وهي لا يوجد فيها نفس هذا المشكل وقد اشتردت فيرام جديدة من مايكرون مصنوعة في 2022 وأظن أنها آخر دفعة صنعت قبل انتقال مايكرون لصنع فيرام جديدة بسرعات عالية وهذه الفيرام أفضل من المستعمل الخاصة بسامسونج بمراحل ولا يوجد عليها أي آثار للتسخين والشيء الأول الذي قمت به هو نزع الفيرام القديمة من الكارت وبعد الانتهاء وضعت قطعة جديدة وقمت بتتبيتها وبعدها نضفت الكارت وقمت بتجربتي على اختبارات الفيرام وكلها مرت بلا مشاكل فتركتها تعمل أكثر على اختبارات الضغط ولم يظهر أي مشكل آخر وستعد هذه الكارت أنها صلحت وفي الآخير إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك سلام